مشاهدين في زمن تزداد في تحديات الحياة وتعقيداتها تبرز أهمية الخدمة المجتمعية كقيمة نبيلة تجمع الأفراد والمجتمعات وتغرس فيهم روح التعاون والمسؤولية تجاه بعضهم البعض فهذه الخدمة لا تقتصر على المساهمة في تطوير المجتمع فقط ولكنها تمتد لتكون وسيلة لتعزيز القيم الاجتماعية مثل التكافل والتضامن والاحترام المتبادل وعبر مبادرات صغيرة وجهود متواصلة نقدر نشوف تأثيراتها في حياة الأفراد وانعكاساتها الإيجابية على نمو المجتمعات وتماسكها للأمام أكثر وبجانب نتعرف على موضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا في الاستوديو المستشارة التربوية والأسرية والحاصلة كذلك على العديد من الجواز في الخدمة المجتمعية الأستاذة منال الجوهري صباح الخير سادة صباحك الله بالنور والسروة أستاذ نعم سادة نتكلم اليوم عن الخدمة المجتمعية الخدمة المجتمعية هي التطوع أو فيه اختلاف بينهم فيه اختلاف بسيط لكن كلهم يصبون في نفس الملحة نعم نعم الخدمة المجتمعية يعني لو بنعرف الجمهور شو هي الخدمة المجتمعية شو هي الخدمة المجتمعية بشكل عام طبعا بداية نشكركم على الاستضافة لو بنتكلم عن الخدمة المجتمعية هي كل عمل مجتمعية صب في خدمة المجتمع وأفراده وتحسين جودة حياتهم من خلال قيام بأعمال تطوعية إنسانية وخيرية اللي تسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وأيضا تسهم في بث روح التعاون والتضامن المجتمعي رفع التسامح المجتمعي كذلك الحد من الجريمة وبناء مجتمع متماسك جميل شو أشكال الخدمة المجتمعية لو باللخصة مثلا في أشكال معينة خدمة مجتمعية هي تعتبر مثلا نقول مثلا مفهوم عام لكن شو النشاطات اللي نقدر نقول عليها هالنشاط مثلا خدمة مجتمعية طبعا تتنوع تتنوع وتختلف نحن الأعمال التطوعية تصب في الخدمة المجتمعية الأعمال الإنسانية تصب في الخدمة المجتمعية الأعمال الخيرية كذلك تصب في الخدمة المجتمعية يعني أي عمل يقدم للمجتمع للإنسان للارتقاء بالإنسان كله يصنف ضمن الخدمة المجتمعية نعم يصنف طيب أمثلة على الخدمة المجتمعية شو ممكن تكون مثلا على سبيل المثال حين ما شاء الله الجو حلو بدت الفعاليات الوطنية ما شاء الله نشوف المتطوعين يبادرون في تنظيم الفعاليات الوطنية عندنا في الدولة البعض منهم يسيرون للبر يبادرون تنظيف البر كذلك هذه من باب الأعمال البيئية كذلك في خدمة المجتمع في منهم يبادرون في خدمة المجتمع عن طريق التوعية العلمية نشوف ما شاء الله دكاتر العديد من ذكات رأينا في الدولة يبادرون في التوعية بدون حتى أي مقابل يعني من أجل بس التوعية والارتقاء بالفكر الطبي لأفراد المجتمع فهناك العديد من الأمثلة لو باللاحظ كذلك اللي هو التوعية بأضرار العادات السيئة فدائما الخدمة المجتمعية أو التطوع تبعد الفرد عن العادات السيئة أو العادات السلبية ووقت الفرغ لأنه ووقت الفرغ دائما يعتبر سلاح قاتل خلنا نقول فإحنا يوم نبتعد عنه ونشتغل فيما يخدم الإنسانية فيما يرضي الذات لأنه دائما في العطاء لذة كبيرة أكيد كلنا نستلذ بأخذ أو الحصول على شيء لكن لذة العطاء ما يستشعرها إلا اللي فعلا تجرب هذه التجربة نعم نعم ساذا في مجتمعنا في إقبال على الخدمة المجتمعية وعلى التطوع بشكل عام اللهم لك الحمد لكن شو سر هالإقبال بشكل عام أنه تحسين أن الشخص يوم أصلا يسجل في هالنشاطات والمبادرات المجتمعية الأساس شو يكون عنده شو الرغبة تكون الهدف شو خدمة الإنسان خدمة الإنسان خدمة الإنسان والعطاء نعم يحس بلذة العطاء نعم فعلا تكون عنده فيه بعد مثل ما تلاحظون أنه اللي يسويها مرة ويحس بلذة العطاء يكررها مرة ثانية نحن طبعا نفس ما تفضلت أستاذي في دولة الامارات عندنا إقبال كبير على الأعمال التطوعي وخدمة المجتمع ونلاحظ هذا الشيء في الصغير قبل الكبير في فئة أصحاب الهمة في فئة الكبار المواطنين جميع فئات المجتمع المواطني والمقيمين بل وحتى الزوار أنا بشكل شخصي شهدت فعاليات شاركوا معنا زوار سائحين في الدولة بادروا أنهم يشاركون فهذا يعكس الصورة المشرفة لدولة الامارات والإقبال الكبير والشعب هذا المعطاء المقبل على مد يد العون ويعكس كذلك صورة التماسك والتلاحم المجتمعي اللي عندنا في دولة الامارات نحن فخورين في هذا الشيء طبعا نعم أكيد أستاذة لكن أسئلة الناس اللي هي تشارك في أول مرة في أي نشاط مجتمعي تتمحور حقه عندنا مثلا شو أسئلتهم بتكون عن شو بالضبط يسألون عن اشتراطات التسجيل هل أنتوا تقبلون أي شخص كيف سجل وين الموقع نحن طبعا هذه الأمور كلها من طرف الجهات المنظمة تكون كلها واضحة ولله الحمد والمن دولة الامارات وضعت تشريعات وقوانين وضعت هذه القوانين والتشريعات للعمل التطوعي وللخدمة المجتمعية في كل شيء عندنا واضح ومنظم وفي قوانين ومعايير موجودة والكل يعني نفس ما تفضلت كل واحد يبادر بالتطوع أول مرة يتم يقبل مرة ومرتين وثلاثة ولين ما تصير عنده عادة جميل وبعد يخبر ربعة أكيد شاركت في النشاط الفلاني نعم وأنا موجود وعندهم بعض أسئلة هل نشوفها لكن طبعا نعرف نحن أثرها الإيجابي بس لو نعدد شو أثرها الإيجابية على المجتمع بشكل عام الخدمة المجتمعية طبعا أثرها لا تعد ولا تحصل لكن لو بنبدأ بداية أنا ذكرت قبل شوي اللي هي الحد من الجريمة صحيح فإحنا يوم أفراد المجتمع يبادرون في الأعمال التطوعية بجميع فؤاتهم من المدير إلى العامل أو إلى الموظف البسيط فهذا كله يخلي المجتمع أو أفراده يبتعدون عن وقت الفراغ الذي يخلي الشخص يفكر في ارتكاب الجريمة كذلك الخدم المجتمعي أو العمل التطوعي يساهم في القضاء أو الحد من الأمراض النفسية من الاكتئاب من الاضطرابات النفسية من الهلع من نوبات الهلع كذلك من الشخصية الانطوائية من الرهاب الاجتماعي وبالتالي حولها إلى شو عكس كل هذا شخصية منفتحة على المجتمع شخصية معطائة شخصية محبة للغير شخصية متسامحة وشخصية اجتماعية هذا الأهم كذلك نشوف أن وشاء الله عندنا دولة نمارات مثال مشرف للعمل التطوعي نشوف أن أطفال صغار والله يا أخي أني أنا شفت فيه فرص تطوعي وفيه فعاليات أطفال من عمر السنة إلى أكبر عمر عندنا في الدولة يعني هذا الشي يخليك تحس تقول أنا مقصر أنا شو ما عطيت أنا بعدني مقصر كبير السن لي على الويلدشير صاحب الهمة الكفيف لي ويبادر ويطوع صغيرة السن هذه الصغيرون اللي عمرها سنة يا أمها وابوها ويحاولون نغرسون فيها نعم لو أنه توزع ولا تعطي ولا شي هذا شو يغرس فيها هذه القيمة هذا المبدأ في عقلها الباطل وبالتالي إن شاء الله يمتكبر لتصير عندها عادة أكيد طبعا في الدولة فيه تجيع كبير على سياسة التطوع بشكل عام ودعم وتسهيلات اللوجستية بعض للمتطوعين وللهيئات التطوعية بشكل عام لكن أنا لاحظ شيء مثلا أحيانا مثل ما ذكرت إن شاركت في بعض الأنشطة التطوعية أنا شفت ناس مثلا عندهم هال قل نقول الرهاب الاجتماعي أو عندهم الخجل بس مع هالمشاركة والعطاء وكذا قاموا مثلا أن الموضوع يخف عندهم بشكل كبير لاحظ شيء ثاني بعد عفوا الشخص المتلقي مثلا اللي هم مثلا خل نقول مثلا هم زرنا مثلا جمعية كبار السن أو مثلا الشئياء في مراكزهم تحس إن الشخص اللي هو يتلقى مثلا هالخدمة من الشخص المتطوع يكون فيه عنده امتنان إن هالشخص يايب بمجهودة ومن دون مقابل يقدم هالشيء فهذا بعد يعطيه شعور يعني تقدير أكثر من قبل الشخص المتلقي لها الخدمة نزل في المواضيع الأطفال تحديدا كيف نحبب الأطفال في سياسة التطوع في سياسة الخدمة المجتمعية بشكل عام لو بنبدأ من الأهل دورهم كبير في هذا الشيء أولا الأول بادي اللي هو القدوة الحسنة ما يسوي أني أنا أقول حق ولدي تطوع ولا سوي أي عمل شو ما كان نوعه وأنا ما بياسة أسويه فبعكس بصير فيه تناقض الأولى أني أنا أكون أشكل وأمثل القدوة الحسنة العيالي شو ما كان الشيء اللي أنا بأسويه وبالتحديد العمل التطوعي فأنا بدل ما أيلسهم جرد بس تلقين 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 لا أنزلهم معي العمل التطوعي وخليهم يتشوفون وخليهم يمارسون العمل التطوعي وخبرهم أنا ليش نازل أصمان بعد نعم هنا تي الجزئية الثانية اللي هي التشجيع والشرح والحوار أبدأ أحاور ولدي ولا أحاور بنتي أشرح لهم ليش إحنا سيرنا نطوع شو أبعاد التطوع شو أهميتها شو الهدف منها وهو روح حبيبي بداي لاحظ ما شاء الله الجيل الصاعد تبارك رحمن فطين وذكي يعني بسرعة يميزون فيعرفون أنه في تغيرات صارت حتى في شخصيتهم كتسبوا مهارات يديدة طوروا مهاراتهم الموجودة عندهم صارت شخصيتهم تغيرت يعني للأفضل طبعا صار عندهم حتى حب العطاء فيه جزئية أنا دائما أشجع عليها وبيع الأمور أننا نشجع عياننا على التبرع بالمقتنيات الخاصة هذا الشيء يعلمهم العطاء دون مقابل وبالتالي يحسون بالآخر يحسون بالفئات المستضعفة بالفئات المحتاجة فهذا يعزز عندهم حتى روح التسامح روح التعاون حس الإنساني بيرتفع عندهم بشكل كبير زي السادة وبعد في بعض الناس يعلمون عيالهم على هذا الموضوع بعد يربطون الموضوع أصلا بالبداية بالأجر أنا بنحصل الأجر على هذا الموضوع كذلك من أي عمر تقريبا ممكن أن يعتبر العمر المناسب حق أن مثلا يعلم عيالنا موضوع الخدمة المجتمعية وأثر رطوة في حياتنا أنا صراحة بشكل شخصي واللي أنصح فيه جميع أولياء الأمور اللي يستشيروني ولا حتى على منبركم الموقر أقولهم من عمر الدخول إلى الروضة الطفولة المبكرة تقريبا ثلاث أربع سنوات هذا العمر المناسب للبدء بالأعمال التطوع لأن هذا العمر عمر التلقي عمر التلقين شو ما عطيته من معلومة من قيمة من فكرة من مبدأ يتلقى ويترصخ عنده فهني يبدأ حتى نبدأ نوديه بياننا لكن في جزئية جدا مهمة الراعي اشتراطات الأمن والسلامة جدا ضرورية لأنه ما يستوى وديهم مثلا خلنا نقول حملة تنظيف البر ممكن يكون شيء تعور ولا شيات يعني إحنا طبعا ما ودنا نلحق الأدب الطفل لكن الأمور في عدة يعني مجالات وفعاليات نوديهم في هالعمر ونشرح لهم ليش أنت ساير وعلى نفس ما تفضلت أنه فيه أجر فيه ثواب فيه حكمة فيه هدف من هذا الشيء برغم من صغرس أنهم تراهم فطينين ويفهمون صحيح شو دور المدرسة والتربية والتعليم بشكل عام المدارس شو دورها في موضوع نشر ثقافة الخدمة المجتمعية نشر ثقافة التطوع بشكل عام في المجتمع نحن بدأنا مع الأهل لها اللي قلنا يغرسون القيمة أو المبدأ هذا من الطفولة المبكرة ويمثلون القدوة الحسن ويعقوا بالنيء للمدرسة المدرسة دورها طال عمرك أنه يبدون يدخلون هذه الفعاليات التطوعية ضمن المنهج الدراسي يقدمون محاضرات توعوية وتثقيفية في هذا الجانب وكذلك يبون لهم مؤثرين إيجابيين ويضربون فيهم المثل وكذلك يخلونهم يشاركون في المبادرات والفعاليات التطوعية لا وفوق كل هذا يعطونهم بعض الأدوار القيادية اللي تعزز فيهم روح المسؤولية وتجعلهم أشخاص فاعلين لهم دور في المجتمع وعندهم الحس الإنساني جدا عالوا حتى هذا الشيء يعزز عندهم الذكاء العاطفي صحيح زيانستاذة في بعض الناس حابين يدخلون عالم التطوع عالم الخدمة المجتمعية لكن في عندهم تردد فالحديدا بما أنت صالت فترة في هالمجال شو الأسباب الأسباب لتخلي الشخص نوعا ما يتردد أنا بالنسبة لي مثلا أشوف في بعض الناس من ربعي مثلا يحسوني الموضوع أن ممكن يكون صعب ممكن أنا مثلا حتى لو رحت مثلا مكان وأخدم فيه مثلا أبا مثلا أتعلم أكثر عن الموضوع يوم يدخل المجال التطوع أو الخدمة المجتمعية حسنا الموضوع أنه سهل وفي ناس وياه لا والتابعة حتى مثلا أنه يتقن هالشي اللي هو وياه في قدمه فشو الأسباب اللي تخلي بعض الناس مثلا أو أسباب التردد تخلي بعض الناس أنه يتردد شوي عند النين بس هو يتردد شوي أن يدخل هالمجال أنا أتشوف السبب طبعا هناك عدة أسباب يعني ولو أنه عددها قليل من بين الأسباب الرهاب الاجتماعي لأن معظم الفعالية التطوعية والفعاليات المجتمعية والخدمة المجتمعية تحتاج احتكاك مع الناس مع جميع شرائح المجتمع مع جنسيات مختلفة مع عمار مختلفة مع أجناس مختلفة فهذا البعض يخلي يتردد أنا بصير عند ناس ما أعرفهم كيف أجاب لهم كيف أتعامل ويوم أوه ما لي خلق ما أدري شو أستحي هذه الأشياء تخلي الواحد يتردد كذلك البعض ما يعرف من وين يبتدي وإحنا من هذا المنبر نقول لهم ترى الموضوع أسهل منه ما فيه مجرد التسجيل يعني أي منصة تطوعية وأي جهة تطلق المبادرات والفعالية تراها تطلق رابط للتسجيل مجرد أنك استجل ترى بيتم قبولك وتبادر أنك تطوع أما الجانب النفسي أو الرهاب الاجتماعي ترى ليش العمل للتطوع والعمل المجتمعي عنده أبعاد إنسانية وعنده أهداف لو إحنا تمينا نحصيها ما بنقدر نغطيها كلها أولها اللي هو القضاء على هذه خلنا نقول الظاهرة أو هذا الرهاب الاجتماعي أو الخجل الاجتماعي أو الخوف أو التردد هذا فبالعكس نقولهم بادروا وتطوعوا وإن شاء الله كل شيء بيصير طيب إن شاء الله استاذة ألاحظ في بعض الناس ممكن من الطريقة لتخفف على الشخص مثلا موضوع الرهاب الاجتماعي أو الخجل مثلا إنه شلو ربيع فيهاك إذا كان في عندك في الغالب يمكن أنه ساير هو ربيع أول مرة علاقا في حد وياك مثلا فأنت شجع يتطوع وياك وبالتالي إنه الموضوع يكون أسهل عليك يعني أنا هنا تسمح لي أضيف مقطة أنه في خيار أنه مثلا يودي وياه ربيع أو أنه يتطوع مع جهة موجودين فيها ربعة يعني مثلا على سبيل مثلا أنا حصلتني في بعض الخوات تقول لي والله أخاب أستحي ما عف مدري شو أقول لي تعالي الفعالية الفلانية أنا بكون موجودة سجلي وتعالي يوم هاي أتي وتحصني أنا وسهلها الأمور وساعدها وقفويا وهذا فهني شو تكون هذه البداية ولينا حين ما شاء الله عليهم مستمرات يعني في العمل التطوعي جميل جميل لو نذكر تحديات للخدمة المجتمعية والعمل التطوعي في ضويلة المارات على المستوى المحلي نقدر نقول أنها تكاد لا تذكر يعني مش موجودة لله الحمد والمنة وهذا بفضل الله ثم بفضل الجهود المتكاتفة من أفراد المجتمع وإقبالهم الكبير وتنافسهم حتى ما شاء الله صارنا نشوف تنافسية كبيرة على العمل التطوعي والخدمة المجتمعية وكذلك نقتدي بقدوتنا الرشيدة وشيوخنا الكرام هم قدوتنا ونحن ننتهج نهجهم في العمل التطوعي والعطاء المجتمعي جميل أعزان شو دور الإعلام دور منصات مواقع التواصل الاجتماعي دور المؤثرين لدعم الشيء طبعا اللي هو الخدمة المجتمعية أو ثقافة التطوع في الدولة بشكل عام بداية لو بنتكلم عن القنوات التلفزيونية والإذاعات أبدا مش مكسرين صراحة ونوجه لهم تحية كل القنوات الموجودة عندنا في الدولة لأنه فعلا يعطون أهمية كبيرة لهذا الجانب من خلال النشر الثقافة بشكل عام وكذلك تغطية الفعاليات المجتمعية والتطوعية ومشاركتهم معنا نأتي للمؤثرين الاجتماعيين صراحة تحية تقدير وإجلال لهم الجميع المؤثرين الاجتماعيين عدنا في الدولة لأنهم يسلطون الضوء على تفاصيل العمل التطوعي والخدمة المجتمعية بل وهم يبادرون بالتطوع وينزلون للميدان ويلبسون الفستات التطوعية ويدون الأعمال التطوعية بكل روح تعاون بكل روح تسامح بكل روح العطاء وهذا يعكس الصورة المشرفة التي لدينا في دولة الإمارات وكذلك وسائل الإعلام المكتوبة ذكرنا المرئية والاستمعية كذلك المكتوب ليس مقصرين من الجرائد وإداعة الأخبار ما شاء الله يسلطون ضوء بشكل كبير وحبو وحن شاكرين لهم سيدة بما عندت خبرة في المجال سيدة في موضوع الإقبال أي نشاط من نشاط الخدمة المجتمعية في الدولة سؤال صعب لكن نقدر نقول الفعاليات الوطنية كل شي خص الوطن نعم كل شي خص الوطن تشوف خلنا نقول يعني إقبال مش طبيعي من جميع أفراد المجتمع أنت قلني منهم ما يشارك في الفعاليات الوطنية عندنا في الدولة جميع أفراد المجتمع وياني موقف ذكرته بنرجع شوي بالذاكرة لإكسبو 2020 يعني كان يعكس صورة التطوع بشكل كبير فعلا واستنادا واقتداء بقدوتنا سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اللي بادر بالتطوع واللبس الفيست التطوع هناك فهذا طبعا شجعنا نحن تكريم المطوع في هذا الحدث فالموقف اللي استذكرته أن من ضم السائقي الباقيز اللي كانوا هناك متطوع كان رجل أعمال من دولة من الدول وبادر بنقول ناس البسطاء يبادرون بالتطوع هذا سائد ونعرفه لكن الرجل أعمال كبير وله ذاك الاسم يعني ما ما بدنا نذكر اسمه له كل التحية والتقدير يبادر يسوق الباقي ويشل الناس من مكان المكان الناس كيف كانت تردت فعلها يوم شافت يعني أنا في البداية بديت يعني دردشة وسوال في جدي هو طبعا أجنبي فقالي أنا فلان أنا كذا 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 صاحب الشركة الفلانية فتفاجأت قلت لي أنت ليش ياي هني قالي عشان تطوع قلت لي شو يعني تطوع لك أنك أنت ياي من بلادك بس عشان تطوع وتقدم هالشي قال احنا هني نخدم الإنسان هي نافذة العالم بأسره فاحنا فخورين بهذه الإجازة طبعا كان دور جدا كبير للمتطوعين في الحدث الكبير طبعا إكسبو 2020 سيدة كنت تتعاملون مع بعض الفعاليات اللي يكون في عليها إقبال كبير من تطوع لكن كيف تكون تتعاملون يوم أن تتخبرون للشخص الحاب أن يتطوع من العدد يكتمل صراحة أغلبهم يتم تسجيلهم عن طريق ويب سايت ولا ولا أبليكيشن ولا شي فمجرد أنه يكتمل العدد ترى يطلعنا أنه هاي بس مرات البعض يتواصل هاتفيا وأبغي يشارك بالعكس دام الواحد بنية التطوع بنية العطاء يا أهلا وسهلا به نعم الشخص الذي يتطوع بشكل عام سبحان الله الالتزام يكون عنده ذاتي يعني في الوقت وفي الوقت لأن الموضوع ذاتي وليس وظيفة في النهاية هو يكون حاب أنه يخدم وبالتالي نسبة للالتزام تكون أعلى عنده بشكل عام نعم ساذا شو حاب نحن نوجه نصائح للناس الحاب ندخل مجال التطوع بس شوي متردد نقولهم شو تتريون ابدوا من اليوم يعني عقب هذه الجلسة الطيبة والمعلومات اللي قدمناها من التلفزيون الفجيرة أتوقع ما في شيء بي يودكم من يوم وراح عن التطوع وترى التطوع ممتع ثقافة العطاء ممتعة جدا جربوها وما رح توقفون كذلك بتستمتعون بتتعلمون أشياء ديدة وبتطورون مهاراتكم ولا ربما تكون فرصة أنكم تحققون أحلامكم منه يدري نعم نقولهم المتردد المنصات منصات التطوع موجودة ومتوفرة وتقدم التسهيلات نعم وفيه الحلو في الموضوع أن كل منصة أو كل جهة مثلا في الدولة عندها مثلا فريق تطوعي عندهم أرقام تواصل نعم عندهم مثلا طرق للتواصل عن طريق السوشيال ميديا وغيرها ونشوف نشاطاتهم بعد فيه دور جميل للسوشيال ميديا بعد الممقصرين أنتم صراحة كفرق تطوعية تنشرون كل شيء وأي استفسرات تجاوبون عليها وفي الفترات المثلا في رمضان بتكون فيه عندكم نشاطاتكم بعد نشوفها فمنشر على السوشيال ميديا سبحان الله بعد أنه يذكر الشخص أحيانا سبحان الله مشاغل الحياة لي يوم يشوف صورة يشوف متطوع بس يشوف فعالية بتكون متواجدة في المكان الفلاني الشي أنه يشجع لحظة خلنا أسجل خلني أنا بعدها سير الطوع فيه جزئية ستادي لو تسمح لي أذكرها اللي هي نظام التسجيع أو التحفيز ما شاء الله الجهات عندنا في الدولة ممقصرة دائما كل ما يطوع الشخص تعطيه الساعات التطوعية تنزلها أول بول في حسابه على المنصة وتصدر لشهادة وبعض الجهات شو تسوي بين فترة وفترة تسوي حفل تكريم تسقر كل المتطوعين مالي للفعالية جدا رائع عندكم فعلا يعني الشخص يقول تطوع وصار بهدف إنساني بحث يتم مناداته نعم وتعالوا تطوع ويصعد على المنصة ويتم تكريمه من قبل مدير الدائرة ولا مدير الإدارة وهذا الشيء يعتبر فخر وتشريف له ولنا جميعا يقدر العافية والله عافية على هذه الجهود التي تتمون فيها المساشرة التربوية والأسرية والحاصل على الدكتوراه في الخدمة المجتمعية الأستاذ منال الجوهري شكرا لك الله سبحانه بخدمة المجتمعية شكرا لك